عارفين حضراتكم يعني أنا كمواطنة ومواطنين كتير أكتر حاجة بجد تسعيدني لما بشوفها وبتابعها وبشوف الإنجاز هو تطوير العشويات أو القضاء على العشويات لأنه بحس إيه؟ بحس إنه يعني كانت حاجة الحقيقة بتقلل من صورة مصر الحضرية وبحس إنه على أطراف القاهرة وداخل القاهرة عندك أماكن أنت مش عارف الناس دي عايشة إزاي بتفكر إزاي بتحلم ولا ما بتحلمش أوضعها عاملة إزاي أوضعها أولاً الاجتماعية الحياتية التعليمية أكلهم شربهم فكرهم الأجيال اللي طلعة من جوة دول بيفكروا إيه معاك يعني في الدولة وفي خطتك في المستقبل واللي هما في دنيا تانية وحفكركم لما كنا بنشوف عدد من المخرجين كانوا بيكسلوا وأنا بعتبروا تكسير إنه كسل كانوا بيكسلوا بدل ما يقدموا حاجات علشان تصلح من شأن العشويات اللي كانت موجودة كانت العشويات هي اللي بتقضي على الدراما والفن هي اللي بتشدهم فيتشدوا ليها فينقلوا اللي موجود وبعدين ما فيش حل طب أنت بتنقل لي الموجود طب خدتني فين وبالتالي لما نقلوا العشويات وجيتوا حضراتكم اتضيقتوا من الغنى اللي كان بيطلع مش عارفين إيه الغنى ده الناس دي بتغني كده إزاي وإيه الألفاظ دي وإيه الحياة دي مين دول وليه كده وهل دول يعني حد بص لهم الناس تعودت تاخد الميا بالبلطجة تعودت إنها تدور على صرف صحي بالعافية أطفال ما بتتعلمش رجال ربما ما يشتغلوش ستات بتشتغل وبترجع محدش عارف نسبة السرقة ونسبة المخدرات ونسبة حاجات بؤر كثيرة جدا لكن أعتقد إن الدولة ما تكسفتش وقررت تدخل وتشوف إيه اللي بيحصل في العشويات ودي النتيجة دي الصورة اللي انتو شفتوها لما نعرف إنه الرقم إن انت قدرت إن انت تنتهي من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالي 357 يعني انت خلصت 312 بقي لك 45 يبقى تعرف إن انت على الطريق أنا شخصيا كده كمواطنة لا أبسط وارتاح وأحس إن فيه أمل وإن الناس دي من حقها إنها تعيش وإنها تنجح وإنها تطلع وإن ولادهم يروحوا المدرسة وإن الست تلاقي شغلة تشتغلها والولاد دي بقى من حقهم يلعبوا في جنينة ويتعلموا وتلاقي مثلا ورشة تشتغل فيها واللغة اللي بيتكلموا بيها أو اللهجة اللي بيتكلموا بيها كمان يبقى فيها انتقاء ويبقى فيه مدرسة يبقى فيه صحة تبقى حالة تانية خليني أكمل كلام بتفصيل أكتر مع ضيفي المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية حضرية مساء الخير يا فرمان مساء الخير يعني أنا سعيدة بحضرتك كضيف وسعيدة بأنه بعد مرور 8 سنوات مع تقلد السيد الرئيس يعني مهام رئيس الجمهورية أنه هو طول الوقت كان مهموم وألآن من هذه العشويات يمكن كان التكليف الرسمي لسيادة الرئيس في منتصف 2016 يمكن بعد سنتين من تولي سيادته وكان طبعا اشتغلنا كان فيه شغل قبل 2016 بس كان فيه تكليف بقى اللي هو القطعي القضاء على العشويات الغير آمنة نهائيا بعد في حدود 2020 فكان لازم نعمل خريطة قومية الخريطة دي توضح المشكلة فين أنا مش أصلح حاجة ولا نقدر نحط أي حلول من غير من نعرف المشكلة فين فعملنا المشكلة بتاعتنا كان عندنا تصنيفات للعشوائيات عملنا التصنيفات عندنا التصنيفات عشوائات غير آمنة غير مخططة أسواق عشوائية أخطرهم الغير آمنة اللي سيادة الرسل دي أنا تكليف بيها لأنها غير آمنة على حياة الناس على صحتهم على مالهم بنا آدم عايش في لا أمان فلقينا أن فيه عندنا 357 منطقة بـ 246 ألف وحدة يعني حوالي مليون ونص إنسان عايشين في عدم أمان في درجات المختلفة على صحته على ماله وعلى حياته وبيخرج أجيال برضو شبه وزيه يعني للأسف بالنفس البيئة اللي هو عايش فيه للأسف البيئة دي كانت بتفرز حاجات كتير جدا منها من يدمر البلد دي يعني كان يده تطال بلده لأنه حاسس مش عارف أقول عنده حق ولو عندهش حق بس هو محدش هتم بيه محدش بصله يمكن ما سيد الرئيس قال الشعب لم يجد من يحنوا عليه كلمة قالها سيد الرئيس لكن لما جه وطبقها فعلا هو ده التطبيق الحنان هنا مش واحد يطبط على حد اللي هو الدلع اللي ماليوش لازمة لأ الحنان هنا أجيب لك مأكل وملبس ومأوى كل دول يتوفر بكرامة وحضرتك بتتكلم برضو تتابع الصورة معي يعني دي حياة كريمة فالدخول أيضا يعني إلى قرى وإلى ناس يعني يعني الصورة بجد بتتغير بشكل كبير جدا يعني تحس إنه يعني كنا في حال وأصبحنا في حال نحن الدولة كلها بتتعاون يعني مثلا عندنا الموضوع مرسوم رسمة مدروسة قوي عشان الناس في تكرر إن إحنا بشغل لا هاية المجتمعات المرانية بتعمل مدن الجديدة والعمران الجديد في مصر ونكحة فيه طبعا وعمل مدن وحاجات على أعلى مستوى يعني حاجات عالمية مش بنبص هنا بقول يا ريت نزي بل إحنا بقنا أحسن من بره وبقيت الناس تنتقدنا في إن إحنا بقنا أحسن من اللي بره بقى النقد دلوقتي هوا أنتوا قادرين على إحنا عندنا الطاقة نعمل هوا أنتوا كنت لو بتعيبوا على البلد لما بتبقى أقل من بره ترجمة نانسي قنقر